سورة النصر سورة النصر في هذه السورة سأذكر لكم قصة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جمع المجلس مجلس الشورى يدخل مع أصحاب الشورى ولدا صغيرا ألا وهو عبد الله بن عباس فكأن أصحاب الشورى استصغروه كيف يدخل هذا مع الشيوخ الكبار فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين لهم قيمة ابن عباس ومقداره وعلمه فسألهم سؤالا ماذا تعرفون عن سورة النصر سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح عما تتحدث هذه السورة فقال الشيوخ الشيوخ قالوا تتحدث عن نصر الله نصر الله إذا جاء وعن فتح مكة كما تتحدث عن أنه ينبغي الاستغفار الاكثار من الاستغفار والتسبيح إذا دخل الناس في دين الله أفواجه ما رأيكم ماذا قال ابن عباس نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابن عباس قال وأنت يا ابن عباس ماذا تفهم من هذه السورة السؤال لكم الآن ماذا قال ابن عباس الجواب منكم لباس تكلموا بالميك هذا قرب أجل رسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الظاهر ليس فيه شيء في الظاهر ليس فيه ما يدل على ذلك هل من النصوص من النص يفهم منها ابن عباس هذا أم من أشياء أمارات متعلقة بها بهذه السورة وبسبب نزولها من أين فهم ابن عباس هذا قال لهم ما نتفهمون فأخبروه قال وماذا تقول يا ابن عباس قال قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ابن عو قال عمر والله لا أفهم منها إلا ما فهم ابن عباس والله لا أفهم منها إلا ما فهم ابن عباس إذن كان ابن عباس تقيها بكتاب الله سبحانه وتعالى عالما بتأويله وكان يعرف ذلك عمر رب الخطاب أن له قدر عظيم في هذا الشام لكن السؤال من أين فهم ابن عباس هذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب ما لكم لا تتكلمون تريدون الجواب هل ممكن شيخ فهم ابن عباس بقوله والفتح لأن فتح الله تعالى فتح مكة هل هذا آخر دقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعد فتح مكة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذهب النبي إلى تبوك إذا ليس الفتحه آخر شيء لكن حينما قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي أنك قد أكملت أتممت الرسالة بلغت الرسالة وأديت الأمانة الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإذا دخلوا فمعنى ذلك أنك قد انتهيت من التبليغ فلم يبقى إلا الأجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نعم نعم طيب من يقرأ لنا التمهيد؟ تفضل من هو رئيس الجلسة أولا؟ جلسة أفواجا 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 وأنا أسمع بي هدفت طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدينا محمد بن عبد الله وأنا آله واسهبي موالا ما بعدو تفضل أيها الإخوة الآن سنستمر إلى التمهيد الذي يرفع يدفع من أستاذ محمد إحسان نعم جزاكم الله خير بسم الله بسم الله والسلام والرسول سورة النصر التمهيد مدخل مشوق ويكون بعدة الطرق منها سؤال طلاب عن أسماء هذه سورة ثانيا وقت نزول سورة ثم أتعرف بسورة أين نزلت سورة النصر نزلت سورة النصر بالمدينة بالإجماع ما أسماء ما أسماء هذه السورة سورة النصر ثم سورة إذا جاء نصر الله والفتح ثم سورة التوديع ثم سورة الفتح أما تتحدث سورة النصر السورة تتضمن وعد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكن وما ينبغي أن يكون عليه العبد عند حصول ذلك نعم جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا التلاوة تفضلوا يا شباب أتلاو 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 سورة التوديع أتلاو ما سورة التوديع أنا بجوال سورة أتلاو جزاكم الله خيرا أتلاو فضل تلاو فضل سورة نعم ما أتلاو فضل سورة استرحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والقر ورأيتنا تأخلون في دين الله أبواجه أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتنا سيدخلون في دين الله أبواجه فسنفح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله طيب جزاك الله خير وسأنا إليك فضل شيخ المحلة المناحظة يمكن من عنده سؤال على التمهيد أولا من عنده سؤال على التمهيد طيب فضل إخوة هل ممكن سؤال في هذا التمهيد طيب النصر والتمكين ما معنى التمكين ما هو التمكين النصر والتمكين هل ممكن إتمكنا التمكين لا التمكين ما معنى متمكين هذا متمكين في النحوي متمكين أمكن ومتمكين غير أمكن لكن التمكين هو أن يحكم الدين أن يحكم الدين يكون الدين يكون المسلمون متمكين أي لهم الحكم لهم الحكم والغلبة إذن إذا جاء نصر الله والفتح أي تمكنتم من حكم الأرض أو الدنيا بالدين هذا هو التمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ فَمَكَّنَ اللَّهُ لَهُمُ الدِّينَ بِمَعْنَى حَكَمُوا بِهِ الدُّنْيَا حَكَمُوا الدُّنْيَا بِالدِّينَ طيب من يقرأ التفسير يتفضل من الرئيس الجنسة يتفضل نعم شيء أنا لا أنذر اسمه لأنني بيجوغل شيء طيب فضل إخوة الكراهة وستاج يدين فضل وستاج فضل ممكن من النساء وستاذ دورية تكرة عين فضل تفضلي طيب التفسير إذا جاء نعم التفسير إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث وحدث فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعث بها فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم أحسنت طيب السؤال لماذا قال والفتح قال نصر الله والفتح أحسنت أحسنت النصر نعم إذا جاء النصر وجاء الفتح نعم أحسنت طيب التسبيح قبل الاستغفار أما الاستغفار قبل التسبيح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا عادة في الصلاة أول ما ننتهي من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ندعو ثم نسبح فلماذا هنا قدم التسبيح على الاستغفار لماذا قدم التسبيح على الاستغفار هل ممكن قدم التسبيح على الاستغفار قدم التسبيح على الاستغفار لماذا 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 acá Tao Lo لا 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 50 من عنده الجواب يتفضل نعم شيخنا لأن الله تعالى إذا جاء نصر الله والفت إذن وقال تعالى فسبه قدم الله تعالى التسبيه للإستغفار لأن الله سبحانه وتعالى قدم النصر والفتح إلى نبينا محمد إذن قال فسبه إذن التسبيه هو عبارة عن شكر نعم نعم والإستغفار ليس شكر أيها الإستغفار بالطوبة الإستغفار بالطوبة نعم الاستغفار طلب من الله طلب المغفرة من الله نعم وأما التسبيه فهو شكر لله تعالى نعم والحمد كذلك شكر نعم حسنت جزاكم الله خيرا حسنا إليكم طيب من يقرأ التدبر يتفضل من إيس الجلسة يخبرنا من سيقرأ تفضل هل ممكن التدبر أستاذ زكي أشكر فضل اهلاً اهلاً هل مشموع صوت ودي نعم ودي كذلك ودي كذلك حسناً أتدبر لا ياتي إلا من عند الله ففي الوقت الذي يريده ويقدره فنصر بيده وحده سبحانه النصر والتمكين لن يكون إلا لدين الله فدخل الناس في دينه مستمرا ولو كره الكافرون شكرا وإياكم ممكن وحيد كمان فدخل السترحمد محمود نعم فدخل السترحمد محمود النصر لا ياتي إلا من عند الله وفي الوقت الذي يريده ويقدره فنصر بيده وحده سبحانه النصر لا ياتي إلا لدين الله فدخل الناس في دينه مستمرا 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 نعم فدخل السترحمد محمود فدخل الناس في دينه مستمرا أولا التسبيح أفضل لماذا؟ لأن التسبيح خالص لله وأما الاستغفار فهو طلب من الله وكلما كان العمل لله فقط كان أعظم أجراء وقد أخبرناكم في محاضرة سابقة أن دعاء الاستفتاح في الصلاة دعاء آني الدعاء الأول اللهم باعد بيني وبين خطايائي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نبقني من الخطاياء كما ينقص بالعبيض من الدنس اللهم نبقني من الخطايائي بالماء يمثل جوالبرد لكن الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولاه لا غيره فأيهما أفضل؟ الأفضل هو التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك لماذا؟ لأن التسبيح خالص لله تعالى ليس للعبد منه شيء وأما الاستغفار والدعاء فالعبد يطلب من مولاه سبحانه وتعالى المغفرة ويطلب منه أي شيء آخر نعم نعم شكرا ما شكرا وإياكم هنا أنا أسأل سؤال قال النصر لا يأتي إلا من عند الله لماذا؟ أين هذا الكلام في الآية؟ إذا جاء نصر الله والفتح أين لا يأتي من عند الله؟ وأين في الوقت الذي يريد؟ ويقدر والنصر بيده؟ أين؟ من أين هذا؟ من أين أخذنا هذا الكلام من الآية؟ إذا جاء نصر الله والفتح فدبرنا وقلنا أن النصر لا يأتي إلا من عند الله وفي الوقت الذي يريد الله ويقدره الله فالنصر بيده وحده سبحانه من أين أخذنا هذا الكلام كله؟ من نصر الله لماذا؟ لأن الله ينصر الله أكبر إضافة النصر إلى الله نعم أحسن إضافة النصر إلى الله إذن فهو نصر من عند الله وهو نصر من الله وهو نصر نصر بالله الله هو الذي نصر وهو نصر مع الله إذن كل ذلك تستلزمه الإضافة طيب أفواج فوج بعد فوج أفواج جمع فوج أفواج متى تحقق ذلك؟ كان هناك عام من الأعوام حصل فيه دخول الناس في دين الله أفواج ما اسم ذلك العام؟ ربما التاسع للهجرة العام التاسع للهجرة ماذا يسمى؟ عام ماذا؟ عام التاسع أو عام التاسع؟ العام التاسع العام التاسع السنة التاسع للهجرة ماذا يسمى؟ عام عام الفيل لا عام الفيل هذا قبل الهجرة عام الست يعني يوم الحديبية والردوان عام الفتح يمكن عام الفتح في العام الثامن ثامن فتح المكة فتح مكة في الثامن ثامن ايوه عام الحديبية هذا في السادس نعم سادس عام فتح خيبر في السابع لكن عام التاسع ماذا يسمى عام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام لأنه يستقبل الوفود عام الوفود وفد وفد بعد وفد نعم جاء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤرنون الله بالإسلام فدخل الناس في دين الله أفواجا وفد بعد وفد وفوج بعد فوج إذن التوصيل بعد عام الحديبية بعد فتح مكة؟ نعم يسمى عام الوفود العام التاسع عفوا عام الوفود؟ الوفود بالواقع الوفود نعم طيب سأعطيكم لطيفة من لطائف القرآن العددية ذكرنا لكم بعض اللطائف في سورة الكوثر أليس كذلك؟ نعم العشرة نعم الرقم عشرة والرقم سبعة وعشرين في سورة؟ في سورة ماذا؟ القادر القادر اليوم سنتكلم عن الرقم ثلاثة وعشرين أيها الرقم ثلاثة وعشرين وعشرين هذا الرقم هو الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ثلاثة عشر سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة نعم طيب من أين نأخذ هذا الرقم ثلاثة وعشرين؟ انظروا إلى آخر سورة نزلت من القرآن وهي سورة النصر آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة النصر واحسب الآيات من سورة النصر إلى آخر القرآن كم ستكن عدد الآيات؟ سورة النصر كام ثلاثة ثلاثة آيات وسورة المسد خمسة كم المجموع أمانية وأربعة سورة الإخلاص إثنى عشر وخمسة سورة الفلق ثبت عشر وستة سورة الناس ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين آية من سورة النصر وهي آخر سورة النزلة من القرآن إلى آخر آية من القرآن وهي من الجنة والناس ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين آية هذا إجاز هذه لطيفة من اللطيف لكل سنة آية كل سنة بآية هكذا نعم وهذا هذا من الأطائف لكن أما في سورة الكوثر فهو إعجاز لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصنع هكذا مثل هذا الإعجاز عشر حروف في الآية الأولى عشر حروف في الآية الثانية عشر حروف في الآية الثالثة ثم المكرر جميعا عشرة ثم هذه تتكلم عن يوم النحر وهو اليوم العاشر ثم هي عشر كلمات ليس صدفة وإنما مقدرة تقدير وهو إعجاز عددي أما هذا فهو لطيفة من الأطائف نعم نعم أفن شكرا أسؤال السابق من أخينا هل ممكن التصبيح أفضل من عندنا والاستكفار أفضل من عند الله أيوة التصبيح أفضل من عندنا والاستكفار أفضل من عند الله كيف لأن التصبيح نحن نشكر الله تعالى إذن يكذب التصبيح إذن سبحانك اللهم لأن الله سبحانه وتعالى نعم علينا نعم نعم والاستكفار أفضل من عند الله إذن لأن الله سبحانه وتعالى طلب الاستكفار من العب أنت تقصد يعني من الأمور التي التي نهديها لله الأفضل هو التصبيح نعم الأمور التي نطلبها من الله الأفضل هو الاستكفار هكذا أيها شيء جميل جميل نعم نعم إذن كذلك وحسناً إليكم إذاك الله خير طيب من يقرأ التزكية يتفضل طيب إخوة سنستمر إلى التزكية تفضل من سيقرأ سأخطر ممكن أستاذ محمد علي إمران تفضل تزكية هل حادر أستاذ محمد علي إمران طيب أخوة ممكن تفضل سيقرأ 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 تزكية كيف نتحلق بأيات السورة أن نسعى في بذل الأسباب النصري لنناله فإن الله سبحانه ربط النصر بأسبابه أن نحرص على تحقيق الإسلام في حياتنا قولا وفعلا ليثهر للنسي على حقيقته المشارقة أن نسعى في دعوة النسي لدخول في هذا الدين العظيم أن نقابل نعم الله بشكر من تسبيح وتحميد وأن نلزم نلزم وأن نلزم وأن نلزم الاستغفار في كل أمورنا نختم كل طاعة بحمد الله تعالى واستغفاره على تقصيري وعدمي التمام أيها جزاك الله حرا إذن أسباب النصري أسباب النصري لا بد أن نحرص على أسباب النصر ونبذل الوسع فيها النصر له أسباب مذكورة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إذن الأسباب نصر خمسة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا أثبت واذكروا الله كثيرا اذكروا الله لا تذكروا أنفسكم أو آباءكم أو ابناءكم أو إخوانكم اذكروا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واذا بريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ستة والسادس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئان أي كونوا متواضعين ولا تكونوا متكبرين نعم هذه أسباب النصر طيب الثاني أن نحرص على تحقيق الإسلام في حياتنا قولا وفعلا تحقيق الإسلام قولا وفعلا قال يقال أن الحجاج ابن يوسف الثقفي وكان من أظلم أهل الأرض كان ظالم جدا أمر الشرطة أن يمسكوا أي إنسان يتجول بعد العشاء ممنوع التجوال بعد العشاء فقال من رأيتموه فأمسكوه فأمسكوا ولدا صغيرا فسأله الحجاج من أين جئت قال جئت من الكتاب والكتاب بمعنى المكان الذي ندرس فيه القرآن نعم ابتدائية قبل الابتدائية روضة روضة أيضا نعم مثل الروضة التمهيد خاص بقرآن تمهيد نعم تمهيد قال وَهَلِ الْقُرْآنِ ضائعٌ حتى أحفظه كم حفظت من القرآن قال وَهَلِ الْقُرْآنِ ضائعٌ حتى أحفظه قال كم استظهرت من القرآن يا فتاة يقرأه عن ظهر قلب كم استظهرت من القرآن قال معاذ الله أن أجعل القرآن خلف ظهري استظهرت كأنه يقول جعلته خلف ظهري قال فماذا أقول قال قل كم وعيت من القرآن كم وعيت المهم هو الوعي والفهم قال كم وعيت من القرآن قال سورة النصر قال قرأها قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفوات قال يا أفوات يا غلام يدخلون قال يخرجون قال قلت لك يدخلون قال كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أما في عهدك يا حجاج فهم يخرجون أيه ما شاء الله وعليه زبا لأجل الظلم الذي أنت عليه إذن علينا أن نلتزم القرآن قولا وفعلا والإسلام قولا وفعلا حتى يدخل الناس في الدين كذلك الآية الأخيرة فسبح بحمد ربك واستغفره استغفر بحمد ربك على إتمام العمل وعلى وجود النعم واستغفره على التقصير استغفره على التقصير فإن ما من إنسان إلا ويقصر في عمله إذن فنستغفر الله تعالى على التقصير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن فكان يلزم الاستغفار والتسبيح في آخر حياته إلى أن مات كما جاءت جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن إذن نحن نسبح الله ونحمده على النعم ونستغفره على التقصير نعم وعدم التمام أي لم نكمل العمل كما ينبغي من عنده سؤال في هذا يتفضل وعدم التمام هذا وعدم تمام العمل شيخنا في العبادة عدم التمام يعني لم يكمل العمل جيدا لم يتمه إتماما جيدا هذا معنى طيب فضل إخوة هل ممكن سؤال في التزكية أيوة لدي اشتفسارك تفضل طيب هل هناك القصة في مراتب الذكر الذكر عندنا يعني أولا سبحان الله والحمد لله الله أكبر هل هناك القصة بسبب سبوتي هذا ذكر الذكر بعد الصلاحة ماذا أيوة أيوة الذكر بعد الصلاحة الذكر بعد الصلوات جاء بروايات عديدة لكن استخلص منها العلماء علماء الحديث وعلماء السنة استخلصوا منها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالاستغفار بعد الصلاحة لماذا حتى تواضعا لله تعالى أنه لم يتم الصلاة إتماما إذن فهو يطلب المغفرة لعدم التمام والكمال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة ويكملها لكنه يعلمنا ذلك فنحن لا نستطيع أن نكمل الصلاة إكمالا جيدا ربما نفكر في الصلاة في بيوتنا في زوجاتنا في أولادنا في عملنا نعم إذن أولا الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثانيا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام نعم ثم بعض الربيعات تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الدعاء قيل أنه بعد الصلاة وقيل أنه في آخر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسين أن تقول دبر كل صلاة دبر كل صلاة هل دبر الصلاة معناه بعدها أم دبر الصلاة معناه في آخرها فبعضهم يقول دبر الدابة منها إذن دبر الصلاة منها إذن هو قبل التمام وبعضهم يقول دبر الصلاة بمعنى بعد كما جاء في حديثي أو ما يقال للعبد المدبر أنت حر دبر وفاتي بمعنى بعد وفاتي وليس في آخر وفاتي دبر وفاتي أي بعد وفاتي نعم نعم فيسمى العبد المدبر إذا كانت دبر كل صلاة معناه آخر الصلاة إذن يجوز بعد في العالمين إنك حميد مجيد بزيادة اللهم عيني على ذكريك نعم حسن وكذلك اللهم اللهم أني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر بعده أيضا نعم بعد هذا اللهم معني على ذكريك أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مرة واحدة بعد الصلاة إلا بعد الفجر وبعد المغرب عشر مرات قبل أن تحرك رجليك ما زالت رجلك على التشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم آية الكرسي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثم تقرأ الثلاث الثلاث السور قل هو الله أحد قل عوذ رب الفلق قل عوذ رب الناس مرة مرة في كل صلاة إلا المغرب والفجر ثلاث ثلاث ثم تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتختم المئة بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بدون كلمة يحيي ويميت نعم هكذا تكون قد أديت أهم أذكار الصلاة لا يوجد فاتحة بعد الصلاة لا يوجد الفاتحة بعد الصلاة غير مشروعة لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأجل قراءة الفاتحة بعد الصلاة بل قراءة الفاتحة شرط وواجب في الصلاة فقط لكن تجد كلمة تجوز أو لا تجوز هذا شيء آخر لكن أنا أتكلم عن المشروع عن الشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام لم يرد عنهم قراءة أي سورة من القرآن إلا الثلاثة المعوية القلوة الإخلاص والمعوذتين وآية كرسي فقط لكن قيل سلاف الصلاة الذكر الأفضل هو كراءة القرآن هذا نعم قراءة القرآن هو أفضل الذكر لكنه لم يرد بعد الصلاة يمكن أن يكون ذكرا عاما لا بأس نعم نعم سلامك صحيح لكن عام وليس مخصوص بوقت معي أيها لأنه يوجد بعد صلاة يأخذ القرآن ويقرأ يخرج من الصف يقرأ القرآن لا بأس لا بأس أن يقرأ القرآن بعد الصلاة لكن لا يعتقد أن هذا ذكر من أذكار الصلاة أبدا أيها يمكن لك أن تقرأ القرآن بعد الصلاة تنتهي من الصلاة وتقرأ القرآن لا بأس لكن أن تعتقد أن هذا سنة لا أجر سواء أجرهما سواء أجروا قراءة القرآن مستقل عن أذكار الصلاة أذكار الصلاة شيء والقرآن شيء آخر أيها أعرق الله فيكم وإياكم طيب هل ممكن سنستمر شيخنا طيب سنمر الأخير أريد سؤال شونا تفضل لكن أيضا وجدنا من بعض المسلمين بعد الصلاة مباشرة هذا كراءة الحديث أو التعليم هذا مشوء أيضا أو لم يرد لم يرد هذا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وإنما إذا إذا أردت التذكير وأنت تعرف أن الناس سيخرجون من المسجد قبل أن يذكر الله تعالى فلا بأس أن تذكرهم بالحديث قبل الأذكار لكن ليس هذا هو السنة نعم لكن إذا أردت اجعلهم علمهم أن يبدأوا بالأذكار أولا لكن عند في البداية إذا لم تستطع وأردت أن تذكر لا بأس أذكر بعد الصلاة مباشرة بدوني بدوني أذكار وأخبرهم أن هذا ليس من السنة وإنما أنا تجاوزت لأجل أن أخبركم عن الخير لأنكم تخرجون ولولا أنكم تخرجون لصبرت حتى أنتهي من الأذكار أولا هكذا أخيرا أخيرا ما أجمل القصة عن يوسف من حجر السكوفي هل يخرج الإنسان عن دين الله تعالى بسبب ظلم سلطانهم بعض الناس يخرج من دين الله بسبب الفقر أيوة في أفريقيا يتنصر المسلمون بسبب الفقر يا أخي أيوة في بعض البلدان في السعودية في السعودية أحيانا يخرج الناس عن دين الله تعالى ويتنصرون ويخرجون إلى أمريكا وكذا لماذا يقول ليس هنا حرية إذن بسبب الفقر أو بسبب ضعف إيمانهم كلاهما سبب إذا اجتمع الفقر وضعف الإيمان يؤدي أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفقر هذا أحيانا قد يكون بسبب ظلم الحكام أيها فحينما يقننون قوانين تأخذ بأموال الناس للحكومة ثم بعد ذلك يتركونهم بلا شيء يموتون جوعا فإنهم يلجأون إلى من يعطيهم لقمة العيش ولو تركوا دينهم كما قال القائل هذا الفقر أن يكون كفرا نعم أيها وقال علينا بطالب لو كان الفقر رجلا لا قتلته جزاكم وإياكم طيب إخوة هل ممكن سنستمر إلى الآخر في حق نفسي نعم تطبق 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 إخوة من النساء تطبق أستاذ ألا يمكن نعم تطبق 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 أخير رجل سنطبق سورة بعد تعلمها في حق نظري سأمذل في سبيل نصر دين الله كل غالل فقد أذي النبي صلى الله وصلى 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 وقدم أرواحه وقدم وقدم أرواحهم ليصننا هذا الدين فإن نصرنا نصرنا الله تعالى كما وعدنا بقوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويسمد أقدامكم في حق وقتمعي وقتمعين سأتعهد سأتعهد إخواني وآهل بيتي وقربتي أنو غيرا من أخفنا وأن تمسيكا بكتاب ربنا وسنة نبينا ومن كان آسيا فليتب إلى الله ويسغفره ومن كان مقصيرا مقصيرا ومن كان مقصيرا فليراجع نفسه فإذا طلبني نسأر الله على أعدائنا فقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويسبد أقدامكم يزاك لإغرام السعن إليك تفضل شيخنا هل ممكن البيان في هذه التقديق لا إله إلا الله يقول في حق نفسي أن أبذل في نصرة دين الله تعالى كل غالب بعض بعض الناس يبذل ما له في سبيل الله وبعض الناس يبذل أبناءه في سبيل الله فيعلم أبناءه ويجتهد حتى يصير أبناءه علماء فيكونون فيكون حماة للدين إذن هو بذل ماله وأولاده في سبيل الله ومن الناس من يبذل وقته في سبيل الله فتراه يتنقل من مكان إلى مكان في دعوة الله ومن الناس من يبذل جاهه وسلطانه لدين الله فينصر الدين بسلطانه وجاهه مثل صعد بن معاذ حينما أسلم قبل إسلامه قيل لمصعب بن عمير إذا أسلم سعد إذا أسلم سعد بن معاذ فإنه سيسلم الأنصار جميعا أو سيسلم الأوس جميعا فاجتهد مصعب بن عمير في إسلام سعد بن معاذ حتى أسلم فلما أسلم ذهب إلى قومه فقال أيها الناس ماذا تقولون في قالوا أنت خيرنا وشيخنا وأنت أحكمنا قال فإن كلام رجالكم رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الله فدخلوا جميعا في دين الله بسبب رجل واحد فبذل جاهه في سبيل الله ومن الناس من يبذل نفسه في سبيل الله يقولون قالوا جوادا من يجود بماله ومن جاد بالنفس النفيسة أجود أو قالوا كريما من يجود بماله ومن جاد بالنفس النفيسة أكرم فالذي يقدم نفسه في سبيل الله هذا هو أكرم الناس إذن ماذا سنقدم لدين الله هذا السؤال ينبغي لنا أن نسأل عنه سنة ماذا نقدم ماذا قدمنا وماذا سنقدم الشيء الثاني أن نتعاهد أسرتنا نبدأ بالأقربين الأقربون أولى بالمعروف وأنذر عشيرتك الأقربين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يجعانا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنا هل عندكم سؤال قبل أن نختم نعم أفضل شكونا إذن نصرة ديننا تعالى بترك شتى من بدل المال بسبب الأغنياء من بدل العلم بسبب أهل العلم من بدل بسبب سلطان هل ممكن كذلك من بدل العلم بسبب الأغنياء كيف إذن بصدق من بدل من بدل العلم بسبب العلم يؤلم الدين إلى الآخر نعم يبذل العلم للناس نعم إذن يبذل وليس يبدل بذل يبذل نعم بذل من بدل العلم ومن بدل المال ومن بدل النفس ومن بدل الجاه نعم بالله عليكم سأعطيكم مثال الآن ما هو أفضل شيء يعمله الرئيس الجمهورية أفضل شيء عند الله ما هو هل أن يصلي الصلاوات في جماعة هل أن يصوم رمضان إيمان محتسبا هل يؤدي زكاة ماله أفضل شيء لهذا الرجل ولكل رؤساء الجمهوريات في العالم الإسلامي أفضل شيء هو أن يعدلوا بين الناس نعم وأن يقيموا حق الرعية فإذا فعلوا ذلك هذا هو أفضل ما أراد الله منهم وقد يكون أفضل شيء مني وأنا أستاذ هو أن أبذل العلم في سبيل الله نعم وقد يكون أفضل شيء وأنا غني من الأغنياء والتجار هو أن أنفق نعم وقد يكون أفضل شيء من عنده والعبادة إذا كنت لا أستطيع أن أعلم الناس ولا أستطيع أن أنفق ولا أستطيع أن أحكم بالناس بالعدل إذن علي أن أعبد الله تعالى فكيل لابن تيمية رحمه الله قالوا له يا إمام إن فلان ابن فلان من الأغنياء ذهب ليتعبد أي ذهب لكي يخلو بنفسه ويتعبد قال هذا مقام ليس مقامه مقامه الإنفاق في سبيل الله وأما هذا فمقام غيره يترك مقام غيره لغيره ويعمل بمقام نفسه وهو الإنفاق إذن الإنفاق من الغني أفضل أفضل من من التعبد التعبد يعني الصلوات غير المكتوبة من النافلة بعض الناس أيها الإخوة يذهب إلى الحج خاصة القريب بالمكة يذهب إلى الحج كل عام كل سنة يحج يا أخي كم تنفق في الحج أنفق مثلا خمسة آلاف سعودي خمسة آلاف ريال سعودي لما يقارب هنا عشرون مليون طيب لو أنك أغنيت بها رجلا فقيرا وعملت له مشروع يدخل السرور إلى قلبه وأولاده مشروع صغير هكذا بوفيا مطعم صغير كشك مثلا لل كتب أو كذا أي شيء مصدر للرزق دكان أفضل من أن تذهب إلى هناك في عبادة هي نافلة الفريضة خلاص تؤدي الفريضة وهكذا بعض الناس لا يعرفون ما هو المطوب الأفضل فأعطيكم مثال أقرب من هذا هنا في إندونيسيا كم تجدون مساجد في إندونيسيا ما شاء الله وأجمل البناء هو بناء المساجد جميل جدا ما شاء الله يبنون المساجد ويت من جاء لمن عنده مثلا صندوق يقول هذا لبناء مسجد الناس ما شاء الله يبادرون صح أليس كذلك لكن لو قلت لهم نريد كفالة لحلقة تحفيظ قرآن أوه من يعطي خليل 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 جدا نريد كفالة مليون مليون روبيا فقط في الشهر يعني في السنة 12 مليون أنت تعطي 12 مليون لبناء مسجد ربما للزخرفة فقط للزخرفة أناس أناس مؤمنون ببناء الأحجار لكنهم لا يريدون بناء الإنسان يا أخي ابني ابني الإنسان قبل الأحجار إذا وفقك الله أن تبني إنسانا وأن تجعله يقرأ القرآن صحيحا تأتي بمعلم إلى هذه القرية ليس فيها معلم للقرآن تأتي بمعلم أفضل من أن تفتح مسجد آخر قريب منه والله يا أخوة أن في القرية المجاور لنا ثلاثة مساجد بين كل مسجد ومسجد ربما لا يتجاوز مئة متر لا يتجاوز مئة متر بين كل مسجد ومسجد بل ربما خمسين ربما خمسين مترا ثلاثة مساجد بل أربعة والله أنه أربعة وبين كل مسجد ومسجد لا يتجاوز خمسين مترا بالله عليكم أيهما أفضل يبنوا مسجد واحد وببقية المساجد يبنون إنسانا يعلمون إنسان يعلمونه القرآن هناك أناس لا يتقنون الفاتحة لا يجيدون الفاتحة ولا تجدوا حفاظ قرآن في المساجد لكن المساجد موجودة كثيرة تسأل الله السلام والعافية وفقكم الله ويسر الله أموركم وجزاكم الله خيرا على حس السماعكم نقتتم بالحمد الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمد الله أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأنتوب إليك وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وصلا والله وبركاته أشهد